شكل آخر من المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجماعة الحوثي تتضح معالمه عقب تحميل خارجية واشنطن الجماعة مسئولية فشل مفاوضات السلام في اليمن الموقف الذي عبرت عنه واشنطن جاء على لسان مسئول كبير في الخارجية الأمريكية أكد أن جماعة الحوثي تخلت عن مساعي السلام عندما بدأت هجماتها في البحر الأحمر وتغيير أولوياتها من اليمن إلى المنطقة وأضاف المسئول الأمريكي أن الجماعة وضعت المزيد من الشروط على أي عملية سياسية مما أدى إلى صعوبة التوصل إلى حل سياسي هذه التصريحات المعبرة عن موقف أمريكي متقدم ضد الجماعة لم تكن الأولى بل سبقتها مواقف أخرى توافقت من حيث الفكرة والهدف مع الخطوات الأمريكية التصعيدية من بينها تصريحات المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم لندر كينغ الذي تحدث عن خشية البيت الأبيض من تعاون روسي حوثي يعقد من مهمة واشنطن ويطور التهديد البحري وهو ما يكشف أن الإدارة الأمريكية قد توصلت إلى حقيقة مفادها أن الطريق إلى البحر الأحمر لم يكن نزهة سهلة كما ظنت بل يمضي بتحديات جمة وبالعودة إلى تصريحات المسؤول الأمريكي فقد أشار إلى أن إدارة بايدن أرادت من خلال إزالتها للحوثيين من لائحة الإرهاب الأمريكية تسهيل عودتهم إلى العملية السياسية ولكن الجماعة أحبطت مساعي واشنطن بشن الهجمات على خطوط الملاحة وتلك لغة تجمع بين العتاب والتأنيب والوعيد على الجانب الآخر تدخل إيران خط المواجهة عبر اتهام كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني علي أصخر خاجي البيت الأبيض بمعارضة إتمام عملية اتفاق السلام في اليمن من خلال زعزعة واشنطن للاستقرار في المنطقة ولم تتوقف طهران عند هذا الحد بل اتجهت إلى تشكيل موقف موحد مع بكين والرياض بما يتسق مع رؤيتها وذلك في بيان مشترك أكدت فيه اللجنة الثلاثية دعمها لحل سياسي شامل في اليمن اليوم وبعد أكثر من عام من المعارك وبينما تصنع الجماعة واقعا عسكريا جديدا من خلال عملياتها النوعية وتطوير قدراتها العسكرية وفي خضم إحباط بلغ ضروته في الداخل الأمريكي مع بوادر فشل الحملات العسكرية البحرية تأتي هذه التصريحات لتكشف عن مرحلة جديدة من الصراع تختلف وسائله وتتفق أهدافه